وعشية عدية الأضحى المبارك تكثف العديد من الجمعية الخيرية من نشطتها من خلال تقديم ضاحي وملابس العائلات المحتاجة وإدخال الفرحة في قلوبهم التقرير ليست حمد هديبل ولليا داود هي ليست حافلة للمولين القاسدين الأسواق بل هي الأضاحي التي ستمنح للعائلة المحتاجة فجمعية جزائر الخير أخذت على عاتقها التنسيق مع المحسنين لإدخال البسمة على العائلات أعطيهم الصحابة وبرك الله بيوم وإنحيل الجمعية كاملة ورئيس الجمعية والناس الخير والناس اللي رحمة وإنه أحتاجين دارة ممتازة وفرحتنا بزاف بزاف خاصة مع المناسبة هذه العيد السعيد وعيد الأضحى المبارك والجمعية هذه عودتنا كل عام كل عام تفرحنا وتفرح الأولاد تعنا وزع أضحية العيد على بعض العائلات المحتاجة والكبيرة لأعدل الأفراد عندنا أيضا توزيع اللحم أيضا المواد الغذائية قفة العيد وعندنا الألبسة للأطفال على مستوى الوطني لأن تجاوزنا مئتي كبير ربما العيد يتضاعف العدد تقديم مواد غذائية وألبسة للعائلة الفقيرة هو النشاط الذي دابت عليه الجمعية كلما تعلق الأمر بمناسبة أو عيدة ربي جزيهم إن شاء الله وجزي المحسن إن شاء الله من اللي رأيهم يعني يعونوا فيهم ويعني ما عندي وشكوش يعني أشكر الأخوات الخدمين فيها ورئيس العام القائم على هذا رأس هذه الجمعية إدخال البهجة والسرور في قلوب العائلة المحتاجة هو هدف تسعى إلى تحقيقه الجمعية الخيرية فسبل الخير كثيرة ومتعددة ترجمة نانسي قنقر